السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بسم الله مكملين رحلتنا في أسوياء قصص حياة الصحابة وأمهات المؤمنين الصحابة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن إن نراضي عنهم واتفأ العلماء إن كلهم من أهل الجنة الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره علشان يكون جنب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته ثم نظر في قلوب العالمين فاختار أصحاب محمد له فالصحابة هم اختيار ربنا لسيدنا محمد النبي قال عليه الصلاة والسلام أصحابي أمانة لأمتي طول ما إحنا الصحابة فينا فإحنا في أمان سواء كانوا فينا كانوا عايشين أيام الجيل بتاعهم أو في قلوبنا عايشين ماشيين وراء خطاهم وأفكارهم وأخلاقهم واتزانهم وشخصياتهم السوية اللي تربت على إيد النبي عليه الصلاة والسلام شفنا في الصحابة العباد أصحاب الأخلاق اللي ما تتوصفش هو هو اللي عنده قوة وفي نفس الوقت رحيم عارف حق نفسه وملتزم بحق غيره ومسئولياته تجاه الناس كانوا رجعين للحق لأنهم ما كانوش معصومين فكان إذا أخطأ الإنسان منهم سريع الرجوع إلى الله وكان هؤلاء الناس دائم البحث عن رضا ربنا سبحانه وتعالى دائم الوقوف على باب الله اللي أنت بتسميها باللغة الحديثة بتاعتك شغال على نفسه اللي ربنا ذكرها في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة عشان تعرف تتعلم دينك لازم يحصل التزكية التطهير من أمراض القلوب والترقية في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى ده معنى التزكية والنهاردة إحنا هنتكلم عن أول إنسان في الدنيا يقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وهي امرأة ستنا خديجة بنت خويلد ابن نوفل ابن أسد احفظ كويس اسم أمي وأمك وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن نوفل ابن أسد وأنا عايز أحكي قصة السيدة خديجة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أبوها خويلد ابن نوفل ابن أسد كان من أحد أكبر زعماء قريش وسر هذه الزعامة إن ملك اليمن كان عايز يصطو على الكعبة ويسرق الحجر الأسود ويرحل به إلى اليمن فهو اللي صدوه ووقفه عن ده فلقبته أو نصبته قريش زعيم لها ستنا خديجة اتجوزت قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اتنين وهي أكبر من سيدنا محمد بخمستاشر سنة يعني اتولدت قبل عام الفيل بخمستاشر سنة خليك ماشي معايا كده في قصص الصحابة عام الفيل ده ده وقت للتأريخ عند العرب يعني سيدنا محمد لما يقوله اتولد امتى يقولك اتولد بعد واقعة الفيل بخمسين يوم ستنا خديجة اتولدت قبل عام الفيل بخمستاشر سنة اتجوزت أول مرة وهي عندها خمستاشر سنة هند ابن النباش هند ده اسم راجل وخلفت منه ولدين هند وهالة هند وهالة دول راجلين من جزه الأولاني هند ابن النباش في أسماء زمان كانت يسمى بيها الراجل والست ممكن يكون انقرض دلوقتي يمكن على الأقل في الأوساط القريبة مننا ان احنا نرى الاسم ده اسم يطلق على رجل لكن هو رجل هند ابن النباش وولاده هالة وهند كلاهما رجال وبعد ما مات هند ابن النباش اتجوزت عتيق ابن عابد وخلفت منه بنت اسمها هند فهي عندها قبل النبي عليه الصلاة والسلام هند وهالة رجالة وهند بنت عتيق ابن عابد وهند ابن النباش زوجينها الأولانيين لما ماتوا سابوا لها ثروة ضخمة وهي أصلا كانت من عيلة كبيرة فكانت من أشهر وأغنى وأمهر تجار قريش ستنا خديجة بنت خويلد ودي بداية تعرف ستنا خديجة على النبي عليه الصلاة والسلام ان كان من طبيعة تجارة قريش لو تفتكر رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء لليمن والصيف للشام فكانوا بيبعثوا إما التجارة من قريش تتباع وتيجي بالفلوس وإما يبعثوا الفلوس تشتري تجارة وتيجي تتباع في مكة لأن مكة دي كانت سوق كبير قوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم دعوت سيدنا إبراهيم وكان مكة فيها حج ليه فيها حج؟ لأن كان فيها بقايا من دين سيدنا إبراهيم لكن تشوه بسبب عبادة الأصنام وبقى الناس مشركين يعرفوا ربنا للبيت رب يحميه زي ما قيل قبل بقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن حوالين الكعبة كان فيه 360 سنم وكل قبيلة لها أصنام بتيجي تطوف بالكعبة وتطوف حوالين الأصنام فكان فيه أسواق كبيرة جدا في مكة فتبعت ستنا خديجة الرجال المهرة بالتجارة مع تجارتها علشان يجيبوا لها أكبر ربح أو أحسن بضاعة مين في مكة أشهر وأمهر وأصدق وأكثرهم أمانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شكرا